للمزيد والحديث عن كل التطورات في فيروس كورونا ينضم إلينا من الكويت الدكتور محمد عباس صدق أبو الطبيبة متخصص في الأمراض الفيروسية الكلينيكية حياة الله دكتور محمد يعني يعطيكم العافية هذه أيام عصيبة قد تمر عليكم أنتم كطباء وخط دفاع أول كما يقال خلنا اليوم نتكلم بأنه لين وصلنا بمعرفة هذا الفيروس تعرفنا عليه أم بعد هناك مخفية أعظم كما يقال نعم أول شيء نصبح عليكم أستاذ عادل بالخير ونصبح الأستاذ المشاهدين طبعا الفيروس هو فيروس كورونا المستجد مستجد معناته إلى الآن الدراسات قائمة عليه المعرفة ما نقول معرفة سطحية لأن فيروس كورونا هو مفرد من عائلة فيروسات الكورونا هذه العائلة عائلة معروفة عائلة قديمة تشمل على ست فيروسات تصيب الجهاز التنفسي أربعة منها تسمى فيروسات الكورونا الموسمية طبعا أثنين منها هم السارس كورونا اللي ظهر في الصين سنة 2002 وفيروس ميرس كورونا اللي ظهر في المملكة العربية السعودية في سنة 2012 فمعرفتنا بالتركيب الفيروس بالتركيب الجينية طريقة الانتقال وطبعا الطرق الوقاية طرق الوقاية هذه كلها معروفة بس إلى الآن طبعا فيه خفايا الفيروس تحت الدراسة فالمعلومات قاعدة تظهر طبعا بشكل يومي على هالفيروس وطبعا المجلات العلمية منظمة الصحة العالمية CDC عندك توصيات الكندية كلها قاعدة تطلع المعلومات هذه بشكل يومي طب دكتور المعلومات المتوفرة حتى الآن في أيدينا ما هي؟ أين يعيش الفيروس؟ ما البيئة المناسبة؟ يعني هل تختلف المدة الزمنية التي يعيش فيها الفيروس سواء كان على الملابس على الأسطح؟ نعم صحيح طبعا فيروس كورونا المستجد منشأة أو أصلة حيواني هو يعتقد أنه من الخفاش لأن التركيبة الجينية لفيروس SARS-CoV-2 أو المسبب لمرض COVID-19 التركيبة الجينية مالتا مشابهة للتركيبة الجينية لفيروس SARS الخفاش تقريبا 90 إلى 95% تشابه في الجين فيعتقد أنه أصلة حيواني ومن ثم انتقل من الخفاش إلى حاضن وسيط الحاضن وسيط طبعا فيه كذا دراسة فيه دراسة تقول أنه الحاضن وسيط هو الأكل البحري الذي كان موجود في سوق هوانان في مقاطعة هيوبي فيه دراسات تقول أنه من الثعابين دراسات أخرى طبعا دراسات الأخيرة قالت أنه الحيوان الوسيط قد يكون هو حيوان البانجلن أو آكل النمل ومن ثم انتقل إلى الإنسان طبعا الكل يدري أن فيروس كورونا المستجد أو SARS-CoV-2 ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من العطاس أو الكحة أو طبعا يكون في اتصال بين شخص مصاب وشخص سري أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بهذا الرذاذ فيه يمكن معلومة تغيب عن الكثيرين هو أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء الفيروس لا يتعلق في الهواء الهواء غير موبوء طبعا في دراسة أو في أخبار ذكرتها وسائل الإعلام قالت أن منظمة الصحة العالمية قالت أن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء أو أيربور طبعا الناس فهمتها غلط للأسف فأنا أبي أوضح شغلة للناس هو أن الكلام اللي قالتها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص هو فقط في حالات معينة مثلا الحالات في المستشفى اللي هي الإجراءات الطبية اللي يصير فيها تشكيل الرذاذ بكميات كثيرة نحن نسميها Aerosol Producing أو Aerosol Generating Procedures ففي هالحالة راح يطلع عندي رذاذ ممكن يتعلق في الهواء لفترة أطول من الفترة المتعارف عليها هو الرذاذ في الوضع الطبيعي لما يطلع من العطاس أو الكحة يسقط على الأرض لمسافة متر إلى مترين فما يطول في الهواء يتعلق لفترة بسيطة بعدين يطيح فالأيروسول Generating Procedures أو الإجراءات اللي يطلع لأيروسولز أو الرذاذ في حالات المستشفى والحالات الطبية هني ممكن يتعلق فيها الرذاذ لفترات أطول بعدين يطيح على الأرض الحالة الثانية هو طبعا الطاقم الطبي اللي يكونون على تواصل مباشر مع المرضى بل حالات الخاصة هذه منظمة الصحة العالمية والسي دي سي والتوصيات الكندية تقول على أن الطاقم الطبي لازم يلبسون للوكمام الـ 95 وليس Surgeical Mask غير هذا في الورع الطبيعي بينه وبين بعض في بره اللي هو البيئة المحيطة الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ طبعا بالنسبة للأسطح الفيروس يعيش في الرذاذ هذه آخر دراسة طبعا وهي دراسة نشرت أمس ودراسات قديمة طبعا على فيروسات كورونا الموسمية وفيروسات كورونا السارس والمرس اللي ظهرت في السابق الفيروس يعيش في الرذاذ لمدة ثلاث ساعات يعيش في المعادن لمدة خمسة أيام يعيش في البلاستيك لمدة خمسة أيام يعيش على الورق لمدة خمسة أيام يعيش على الخشب لمدة أربع إلى خمسة أيام الزجاج يعيش عليه لمدة أربع تأيام بالنسبة للفولاذ أو الستينلسستيل لمدة يومين بالنسبة للثوب الجراحي أو القاون اللي هو Surgeical Gown Disposable Gown يعيش لمدة يومين بالنسبة للملابس وبالنسبة للزل أو السجاد يعيش لمدة يوم إلى يومين وعلى الكاراتين ممكن أن يعيش لمدة يوم بالنسبة للألمنيوم من ساعتين إلى ثمان ساعات وبالنسبة للقفازات الجراحية أو القلافز ثمان ساعات فهذه يعني طبعا الفترات هذه ممكن تزيد أو تقل في دراسة على فيروس السارس كورونا قديمة قالت أن الفيروسات السارس على حسب درجة الحرارة وعلى حسب نوع السطح والرطوبة الفيروسات هذه ممكن تعيش إلى تسعة أيام على حد أقصى طيب دكتور محمد أنا خلني أرجع وياك إلى الحيوان يعني موضوع الشبهات وهو الخفاش السلسلة الجينية والحيوان الوسيط أيضا سلسلة جينية قد تكون مختلفة وكذلك الإنسان بالتأكيد سلسلة جينية مختلفة عن الحيوانات الفيروس هذا يتحور من سلسلة جينية إلى أخرى هل معنى ذلك أنه اليوم بعض الأدوية كما قيل أنه أدوية مخفضات الحرارة لا تجدي نفعا عدا بس البراصيتامول هل معناته أنه إحنا نقدر نعرف يعني العلاج أو من أي العوائل كما عرفنا من أي الجينات هذا الفيروس نعرف من أي العوائل من الممكن من الأدوية تقضي عليه نعم طبعا هو من المتعارف عليه أن فيروسات الـ RNA اللي هي الفيروسات التي تحتوي على الجين RNA هي فيروسات متحورة طبعا من ضمنها وفيروس الكورونا فيروسات متحورة تتحور بشكل دوري يا أنه يتغير الجين تغير كامل أو تصير عندي طفرات نحن نسميها أو تغيرات جينية طفيفة ما تأثر على الفيروس طيب بالنسبة للبراصيتامول الآيبوبروفين أو البروفين ومشتقاته ما لها أي علاقة بجينوم الفيروس أو جين الفيروس طبعا الدراسات اللي قالتها أظن وزير الصحة أو وزيرة الصحة الفرنسية وفي فيينا على عدم استخدام الآيبوبروفين أو البراصيتامول الآيبوبروفين ومشتقاته هي مجرد يعني مو دراسات مثبتة كانت تقارير طبية على بعض المرضى خصوصا كبار السن والأطفال شافوا أنه صارت في حالة مضاعفات مع استخدام البروفين إلى الآن لم يتم إثبات ذلك أنا دائما أنصح المرضى اللي على البروفين الحين خليكمل على البروفين لأي سبب كان حتى مرضى الكورونا مرضى الكورونا طبعا في بداء للبروفين لأنه البراصيتامول وغيرها الأفضل أن يوقفونها إلى أن تطلع دراسات أكيدة فالمعلومة هذه غير أكيدة إلى الآن شكرا جزيلا لك أضيف معلومة تفضل تفضل دكتور بسرعة التركيبة الجينية إن شاء الله التركيبة الجينية ممكن تأثر على الدواء المضاد للفيروس الدواء الأساسي المضاد للفيروس أما باجي الأدوية لا شكرا جزيلا لك الدكتور محمد عباس صادق طبيب متخصص في الأمراض الفيروسية الكلينيكية كان معنا من الكويت جواكم الله